تصحة القصيم بأن تعليق الدراسة بأحدى مدارس المذنب بسبب انتشار عدوى فيروسية بين الطلاب والمعلمين لا تدعو إلى القلق وأكدت تصحة القصيم بأن الحالات هي حالات رشح وعدوى موسمية مشيرة إلى أن قرار إيقاف الدراسة قرار تقديري وكانت الصحة قد شددت خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الإنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفايروس